عبر سكايب شكرا جزيلا لكم ننتقل إلى موضوع آخر حيث شهدت عدد من المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية زيادة في أسعارها بلغت أكثر من 20% خاصة في قطاع الأجبان والألبان كما شهدت المنتجات المستوردة زيادة كبيرة رغم إفراج الجمارك عن صفاقات عدة من واردات السلع الغذائية ومستلزمات إنتاج المصانع بلغت قيمتها نحو 14 مليار دولار بحسب تصريحات الحكومة المصرية وتظهر أوضاع شركات منتجات الألبان في برصة الأوراق المالية تراجعا ملحوظا في نتائج العمال مدفوعة بضغوط زيادة تكاليف الإنتاج وتآكل الأرباح التي تحققها رغم زيادة الأسعار وتوجيه نسبة كبيرة من الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين ولتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا سيد محمود عسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء من القاهرة سيد عسقلاني أهلا بك يعني ما هي أسباب ارتفاع أسعار هذه المنتجات في مصر بالتأكيد السبب لا يخرج عن الاحتكار والجشع ومحاولة بعض التجار الكبار أنهم يحققوا أرباح وفوائد أرباح كبيرة على حساب المستهلكين وهذا بالتأكيد ما يجري خلال المرحلة خلال الشهور الماضية لك أن تتخيل أن كيلو اللحمة النهاردة وصل عندنا في حدود 300 جنيه بينما كيلو لحم النعام عارف لحم النعام حضرتك ده كان أعلى ليفل في المكتبع المصري بيستخدمه النهاردة أنا اشتريتهم بارح بـ 240 جنيه يعني بأقل من اللحمة البلدي العادية اللي بيستهلكها الناس العاديين بـ 60 جنيه تقريبا ده ليه لأنه اللاس اللي بتلعب في اللحمة البارية عندهم قدرة على الاحتكار وعندهم قدرة على أنهم يعطش السوق بينما الشباب اللي بيشتغلوا في النعام وتربية النعام من الهواء اللي ما عندهمش قدرة على الترابط أو أنهم يعملوا كرتين احتكاري زي الناس بتوع اللحوم ده منطق شغال وده شغل على مستوى الناس بتوع الأعلاف النهاردة بيشتروا الدورة الصوية أو يشتروا الفول الصوية من الخارج بـ 600 دولار ويبيعوا في مصر بـ 35 ألف جنيه 600 دولار أي ما يعادل في حدود 18 ألف جنيه ويبيعوا بـ 35 ألف جنيه على الجانب يشتري الدورة الشامي الصفرة بـ 300 دولار ويبيعها في مصر التي تساوي في حدود 9 ألف جنيه يبيعها بـ 16 ألف جنيه مكاسب رهيبة هل هو اشتكار وجشع فقط؟ أم أن هناك أمور أخرى بالأمس القريب كنا نتحدث عن ارتفاع أسعار الدواجن تبين أن هناك أمور أخرى تساهم في زيادة الأسعار منها ارتفاع أسعار الدولار منها موضوع الجمارك وإحتجاز العديد من منتجات العلاف لدى الجمارك وأسباب أخرى كثيرة متعلقة بإجراءات حكومية وليس جشع التجار وحسب بالتأكيد لا شك أن في البداية كانت المشكلة الحكومية المتعلقة بأنه في جزء من هذه الأعلاف موجودة في الجمارك وفي جزء من السلع الغذائية نحن في بلد تستورد أكثر من 60% من احتياجاتنا الغذائية على وجه التحديد من الخارج وبالتالي أنت أمام أزمة دولارية معقدة وبالتالي من الآخر كده الأزمة الدولارية دي خلت جزء من أزمة السوق تتفاقم الزيت المحبوس في الجمارك الدراء المحبوسة في الجمارك أثرت على الناس بتوع العلف وبتوع المواشي الزيت الموجود أثر على الناس في السوق وخلهم يرفعوا أسعارهم في الكميات الموجودة عندهم النهاردة لك أنت تخيل أنا طلبت من منذ أسبوع بأننا لأول مرة في حياتي أطالب بإلغاء التسعير الجبرية على الرز كانت الدولة قبل شهور سعارة الرز عندنا بحد أقصى 18 جنيه أنا واحد من الذين طالبوا على طريقة أبغض الحلال يعني قلت لأ إلغوا بقى التسعير لأنه من ساعة ما حددوا سعر الرز اختفى الرز وليبس طاقية اللغفة كما لو أنه البلد مفهاش رز رغم أنه عندنا فائد في إنتاج الرز في مصر وبيصدر إلى الخارج لكن هذا الرز بكل حجمه اختفى في المخازن في سنبوله بخزنه شعير هذا لأنه فيه احتكار وفيه تعطيش وهناك أيضا أسعار مخفضة تعرضها الحكومة لشراء هذا الأرز من المزارعين وهذه الأسعار غير مرضية للمزارعين بالتأكيد أنا معك في هذا وأنا واحد من من قالوا هذا الكلام يجب أن يكون هناك تسعير عادل لهذا الأرز وهذه المحاصيل سعر يأخذ في الاعتبار التكلفة الحدية لهذا المنتج من كماوي وعمالة وري وكهرباء وبزرة كل ما يشتمل هذا الزرع من إمكانيات قالوا حددوا تكلفته قد إيه الحد الآدنى تكلفه وحددوا بعد كده هامش ربح معقول ومقبول يرضي ربنا لأنه التجارة مصر تفتقد إلى التجارة العادلة تفتقد إلى فكرة العدل نعم طيب يعني ما هي خياراتكم أنتم كجمعية لمواجهة الغلاء يعني ما هي خياراتكم لمواجهة هذا الغلاء الفاحش في مصر للمواد الغذائية المختلفة هناك حملات أقيمت في حالات مماثلة في بعض الدول منها مثلا الغالي متروك وقاطع الناس بعض السلاء حتى تنخفض أسعارها يعني هل لديكم ربما هذا الخيار أن تقاطعوا بعض السلاء أنا من أربعة أيام عملنا بيان من الجمعية وبعتنا للحكومة قلنا لهم اقفلوا المجازر على أقل التقدير فيما تعلق باللحوم لأن في حملة مقاطعة في مصر لللحوم والدواجن احنا تعاطفنا مع حملة مقاطعة اللحوم على وجه التحديد وقلنا يا ريت كمان الحكومة تبادر بإغلاق المجازر لمدة عشرة أيام لأنه فيها عقوبة لأصحاب المزارع الكبيرة اللي بيعطش السوق يعني عايزين يحبسوا السلعة دي إلى شهر رمضان عشان يرفعوا أسعارها لأن معدلات السحب في شهر رمضان بتبقى طبعا أكبر من أيام العام فالأفضل أنه يبقى فيه مقاطعة ويبقى على الجانب الآخر الدولة تساعد تفل مجازر الرئيس أنور السادات وأنا فاكر وأنا عائل صغير منع الدبح لمدة شهر رجعت الأسعار بعد الحكاية دي تمشي زي الساعة وما كانش فيه أي أزمات الأفضل أنه يبقى فيه تعاون ما بين الحكومة والمتبع المدلي ومن المصبات الأهلية الخيارات الآن أن الدولة على الأقل إلى أن تنتهي هذه الأزمات أولا لا بد أن تواجه الناس المحتكرين دول لأنه في النهاية المديجل يتعامل مع الحكاية بشكل أشمل وأوسع فيه ناس حققت فوائد أرباح الراجل الناس بتوع الدورة الشامي وبتوع العلف دولة حققوا مليارات خلال الشهور الماضية نتيجة لأنهم محتكرين لابد أن يتوقف هذا الكرتين الاحتكاري لابد أن تفرض الدولة على هؤلاء الناس موقف محدد لأنه الناس دولة بيأخذوا البلد إلى سكت أنه يعملوا نهيار للسلام الاجتماعي وده يؤدي إلى كارثة للأسف الشديد نعم مشكورك جزيلة شكرا سيد محمود عسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء كنت معنا من القاهرة